يا جماعة طريقة عمل آآ السرسوب لبن السرسوب او آآ الخنشورة زي يعني كل ده طبعا السرسوب يضاف آآ للحليب. على حسب بقى تسميتها في ناس تسمى سرسوب خنشورة. وبيجيبوا آآ آآ السرسوب ده يحطوه للحليب. آآ ده طبعا لما يكون آآ لما يكون البهيمة والدة لسه. بنزل منها لبن كده حاجة صفرة كده سرسوب. هشوف هو ده. يضاف للحليب. بعد كده هتحط في الفرن. هكده يطلع زي مسلا متمسكة بقى زي الاشتر متمسكة. بس بقى بتبقى خفيفة. ومتمسكة يعني زي نظام الزبادي او الاشتر يعني او الزبادي يا زي نظام الزبادي خفيفة. وبصراحة طعمها جميل يعني. هنا عن نفسي احبها جدا ان شاء الله يا جميلة بسم الله ان شاء الله. تتحط في الفرن وتطلع ان شاء الله.